السلام على الأبناء و مرحبا بكم في القناة تشهيوه الحجراشيدة اليوم نشارك معكم حلوى ديال العيد حلوى بالتمر ولكن بناكهات مختلفين و مادقات مختلفين رائعة موضيل ينسيك في موضيل او مادق ينسيك في مادق بدون فرن يعني دغيات تتوجد في اخر لحظة الناس اللي تبغوا حلوى تكونوا خدامين تبغوا شي حلوى دغيات تتوجد تنقطار عليكم الحلوى اللي الصراحة تجي رائعة يعني بالمادق الكراميل والحلوى اللي بمادق كوكاو اللي بمادق الكوكس كيلو ديال تمر انا اخذت تمر عندي وفورته مع السمزيان او لطحنه وعير تشقيسه بالفرشيط رتيده وعندي 100 قرام ديال اللوز اللي حمرته في الفران وعندي 100 قرام ديال القرقاع وعندي كاز ديال جنجلان كبير كيف تشوفو ديال اللعنبع عمر مزيان تهو مقلي والقرقاع تهو دخلتو للفران تسخليه مزيان باش يعطيني واحد القرماشة لداخل ديال تمر اللي انا مصيبة بالنسبة للقرقاع را خليتو صين واللوز خليتو صين كيف تشوفو وعندي 100 قرام ديال القرقاع و100 قرام ديال القرقاع و100 قرام ديال اللوز اللي مقليين في الفران تنسخنوه مزيان وخاصة القرقاع لا تحمروش بزاف يعني وجنجلان تهو مقلي صالتا نخلط مزيان كيف تشوفو هاد الحلوة يعني وعادة بشملون صيبو فيها شكل اللي بغينا وتندخل وقت اللاجه يعني ما تتشتش منها وحد الوقت اللي كتير بالنسبة للطمر الناس اللي ما عندهم مش هاد النوع العادي تياخذوا المعجون تياخذوا كيلو مهم انا كيلو ديال طمر هنا هي اللي معبورة عندي برتفال الكمية تنشد واحد تشدوا قرطة او اي بلاتو تنلوح في جنجلان اللي مقلي وتنلوح في جنجلان الابيض باش يعطيني واحد اللون احمر والابيض بالنسبة لهذا الابيض را مقلي تمواله انا دهنا ادي واحد شوية ديال زيت! حينها باش ميلا تساقشل التي تتمر في ديا وتنخدم بحش سهولة يعني سوف نبدأ نديرو بيه محل شكل قطبان طوال يعني محل شكل ديال اللاجينة ديال فقاس يعني الناس اللي تخدمو الفقاس محل حكاية تنبدا نديرو نغسله ديال او تننظفوها باش ما يلسقش فيها سوف نبدأ نسرحو في هادا كالهدا اللاجينة اللي عدنا او هذا النوع اللي عدنا ديال العجينة اللي ديال التمر تنشكلها على شكل طول يعني نحاول نديرها يعني ما تكون شرقيقة بزيف وما تكون شغليطة بزيف يعني تقريبا محل حجم ديال الفقاس اللي سيكون متوصل صافيتا محلوكا ايا وتنديروا كلهم محلوكا يعني اذي طريقة ديالهم وهنا يا الوسط تنشد وحدة المعنى عقا خاشبية يكون هاتشكل ديالها محل دائري باش تساعدنا احسن من ديرو ليد ديالنا باش تتعطينا واحد العبار لمقاد وتنهى بطول الوسط هات البلاصة هي اللي غنديروا فيها الكراميل وتتجيز وينها بالنسبة الناس اللي بغوش يأكلوش كراميل اللي قدروا يدروا الشوكولات هنشارك معاكم تلما اه الطريقة ديال الكراميل اللي غندير فيها اللي تتجيز صراحة رائعة ومميزة فاد الحلوى من بعد ما قاديتهم اذي الكمية اللي خرج ليها ورتي خرج كمية كثيرة كركم تشتون البلاطوات في الفيديو ديال الفيديو يعني تي ما صورت كل شي يعني اذاك غير صورت حطيت ولكن كينا كمية كتر لسي يتقطع كرا كل يعني واحد النوع ديال القاطب ديال هاد النوع ديال الفقاس او النوع ديال التمر تحتنا واحد الكمية غنغطي بالسلوفان وغنخليها تبرد مزيان باشلين بغو نقطعوها مي هدك القرقاع وهدك اللوز ما تهبط لنا هاد العجينة تهبط لنا خاصة تشد بلاستة يعني انا خلي توف تلاجي برد مزيان هنا عندي كازي السانيدة وعندي معلقة ديال الزبدة وعندي حق ديال ياغورت ديال الكراميل هنا تنضير السانيدة على البوطة وتنحركها بوحد معلقة خشبية تتدوب لنا ما تنضير فهلا مالاواله هذا هو الكراميل اللي غنوجد نزيد عليه معلقة كبيرة ديال الزبدة كيف تتشوفو وتنخلط الصراحة تجي هذه الوصفة بنينة بنينة عير الكراميل تيجي واحد الماضاق اللي مميز وبالنسبة اللي تلاكله القرقاع الوسط واللوز مقلي الوسط مر تيجي واحد النكهة اللي مميزة الصراحة وتحلوة ضغياته توجد سوف تنخلط محلوكا اذاك الزبدة وتنزيد هذا الحق ياغورت ديال الكراميل تهوية سوف تنخلو هاد الكراميل عدنا تيبرد تماما ما يبقاش محلوكا سخون لعذاب تمدون زيينو به لانا باش يتقلينا لانا ما خليتوش تقل بزاف ولكن لا خليتوه تقل من الاحسن سوف تنشد هادوك الحلوى عندي او التمر اللي برد لي مزيان يعني سوف تندير هاداك محلوكا اياو تنعاود نحطهم في تلاجتي تيشدو بلاستهم او لنقطعوهم انا قد اغياء قطعتهم يعني ولكن من الاحسن انتم خليهم غير هاد الحلوى البنات اللي تتقطعوها ارى تديروها في حد سوبيرا ديال بلاستيك او لدي الزاج وتديروها في تلاجة عيد تحت مشي فمو جميد وتتبقى وتقدموها تتبقى محتافظ على الجودة ديالها و هاداك التمر تبقى محتافظ ان التمر رفورتو يعني تبقى مهم هاداك و الشكل نهائي من بعد ما غنقطعوه انخليمو يبردو و ندوزوا الوصفة التانية الوصفة التانية عدي تاني كيلو ديال التمر مفور و عندي نس كيلو ديال كوكاو اللي يقليتو بالقشرة دياله في الفران يعني ستقليوه ما تخليوش يتحرق ليكم و عندي العسل و عندي جوج شاصيات ديالنك هاد البرتوقال او زهرات البرتوقال اللي غنستعملو من طحنت هاداك كوكاو كامل ديك 500 قرام و غنزيد على كيلو ديال التمر اللي تهو مفوره يعني انا قدلكم استعمال التمر ديال الضار و فورته بغيت تاخدوه جاهز راكين الباكية في كيلو يعني تستعملوه سوفي غنزيد هادا شاصيات اللي قناب انك هاد البرتوقال تيجو رائعين و غنزيد العسل مع القه اللوله و مع القه الثاني والثالثة مع القهات الكبار تيعطينا وحد النكهة الصراحة هاد النوع ديال هاد الحلوه تيجي في هادا كوكاو مع مقلي تيعطيو هاد البنه اللي رائع و هاد القرماشة اللي تهيي بنينه النسلع والشاق للقرقاع صايمت لكم هاد الوصفه و النسلع الشاق لللوز والقرقاع يعني ولد كوكاو يعني صايمت لكم وصفه يعني بالنسبة ناكهات يكون مختلفين في الأكل كل وحده ماذاق وبالنسبة هاد القويرات عبرت فيهم الوزن 25 قرام يعني باش يجونا قد قد في الحجم يعني عبرتهم كاملين 25 قرام يعني تتنكورو هاد القريبة او تشكي الكويرات 25 قرام او 26 قرام وصفه دي الكمية اللي خرج لي رايخ كمية كثيرة عندي جنجلان مقليته هوية و عندي الكوكي النوعية الجيدة و عندي هاد المولي تتشوفو غنفن ندف إذا نعطي مثيل دائري أفضل كبير طريقة العملية تنسرح فيه سلوفان لتصلينا ودغياتها توجد لنا الحلوى لن تلصق مواعق ونقرس فوق السلوفان نكمل بها نص طريقة كاملة نصف كاملة جنجلان نبدو الجنجلان ننبدو السلوفان نحن نستطيع كثير من معظل الكوك نوعيه جيده يجيبين لنا يعني وعير كاملين درهم جنجلين درهم او درهم كاملين بالنسبة جنجلة الابيض درهم بغيتو درهم بطريقة اخرى يعني محل يدرت انا في الطريقة اللولى يعني بها الطريقة وتدرهم شكل محل فقاس وتتقطعوهم تديروهم يعني لما كانش حدكم هاد النوع ديال المقطع تقدروا يدرهم عير غريبة بيد ديكم وتطوحة تقيبة بالصبع ديالكم او بالعودة الخشبي اللي انا سرعت يعني انا سنحاول تنبسط البنات اللي تكونوا مبتدئات او تبعوا يصيبوا شي حاجه وتدجيهم يعني في التعقيدات او الوصفة في التعقيدات سنحاول نوصل لكم الفكرة اجديره من بعد ما قديت البجنجل الكوكشو حال كميه خرج ليها سوف ندوب شوكولات ديال الزيت نباتي ودرت زلافة في الشوكولات ودرتها في الفران وطفيت عليه وقيت نحرك تداب سوف يتنعمر هادوك الدوائر الوسطانيين تنعمرهم بالشوكولات الابيض كاملة تقدروا تعمرهم بالكرامين نفس اللي درتنا في الشوكولات الاخر تديروهم كامل كرامين يعني الناس اللي مبعوش يدروا الشوكولات يعني تبقى الاختيار ديالكم البنات مهم هالطريقة تجيز صراحة زوينة هادو الوصفة بلا فران ضغرية تتوجد حلوة لديدة ما ضق الكوكو وفيها جنجلان الاخرى ما ضق الكوكو فيها كوكو والوس يعني تتاكلهم فيهم هاد القرمش هدي الكوكو وبالنسبة لطريقة الخرق لي فيها القرقع تجيز صراحة رائعة رائعة جلبي صراحة الرائعة ان شاء الله. باي باي بسلامة. مهمة دو مشكل حلوة. وانت من اعجباتكم اللي نستجي رائعة بالطمر. وحلوة سهلة. تفى الوصفة ديالها. مفيش تعقيدة.